السلام عليكم في فيديو النهاردة هنتكلم عن اهمية الكتابة السريعة وازاي ممكن الكتابة السريعة تساعدك في شغلك وايه هي المصادر اللي مفروض تتعلم منها الكتابة السريعة بالترتيب بس في البداية كده تعالوا نجرب ونشوف احنا بنكتب كام كلمة في الدقيقة فهنيجي نكتب remember the first and only rule of typing never ever look at the keyboard the first and only rule of typing ووصلنا لكم كلمة كده حوالي 78 كلمة في الدقيقة فهبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تدعم المحتوى بلايك ويلا بينا كنت عامل بوست على لينك دم من سنة بتكلم فيه عن اهمية الكتابة السريعة وازاي ان هي ساعدتني في البرمجة بحيث ان انا انتكت اكتر في الشغل بتاعي وازاي برضو ان انا وصلت لحوالي 50 كلمة في الدقيقة واللي حصل ان فيه شخص دخل كلمني وقال لي ازاي يعني ممكن الكتابة السريعة ديت تخلي ان سرعة انتاجيتي تبقى اسرع بالذات في البرمجة يعني انا باخد حوالي ربع ساعة او نص ساعة حاول افكر في المشكلة اللي بتواجهني في الكود نفسه وساعة باخد برضو وقت في ان انا ابحث عن المشكلة ديت فالوقت كل اللي انا بقى اضيف ومذاكرة البرمجة هي ان انا قاعد عمال ابحث عن حلول المشاكل اللي بتواجهني في الكود فازاي بقى يعني الكتابة السريعة هي اللي هتكون سبب في ان هي تسهل او تسرع من انتاجيتي في البرمجة وفي الحقيقة الكلام دوت ممكن يكون منطقة بالنسبة لك جدا لان احنا فعلا بناخد وقت علشان خاطر نحل المشاكل اللي بتواجهنا في الكود نفسه بس تخيل معاك دوت ان انت فكرت في حل معين كل شوية بقى علشان خاطر تكتب الحل دوت او تكتب الكود ده بتبدأ كل شوية تبص على حرف حرف او تدور على حرف حرف في الكيبورد ولو انت برضو عارف مكان الحروف فانت بتكتب شوية حروف او شوية كلمات بعد كده عينك بتتشال من على الكيبورد وتبدأ تروح على الشاشة نفسها وتتأكد بقى اذا كان الكلام اللي انت كتبته دوت بيبقى فعلا هو اللي انت او هو اللي ظهر على الشاشة ولا في حاجه غلط في الكلام ولو في حاجه غلط في الكلام بترجع تبص تاني على الحروف نفسها وتدور على الحاجه الغلط وتبدأ ان انت تعدلها من خلال الكيبورد فاللي بيحصل هنا انه خلال تفكيرك في حل المشكلة اللي بيتواجهك في الكوت دوت بيحصل بقى ان في مقطعة بتحصل بحيث ان انت بتفضل كل شوية تقطع تفكيرك في الحل دوت وتدور على حرفه معين على الكيبورد وده بالنسبة للشغل اللي فعلا انت بتحتاج ان انت تفكر علشان خاطر تحل مشكلة معينة ده غير بقى ان معظم الشغل كله بتبقى في حاجات اصلا انت قريدي عارفها وانت عارفها اصلا وبتبدأ ان انت تكتبها على طول من غير ما تفكر في مشكلة بتواجهك فالاحسن بقى ان انت تبقى حاطي التفكيرك كله ومركزه على المشكلة اللي بتواجهها او الكود اللي انت بتكتبه ولا ان انت كل شوية تقطع التفكير دوت بانك انت تبص على الكيبورد وتدور على الحروف اللي انت مش لقيها فمهارة الكتابة السريعة دي تأثرت جدا في انتاجيتي في كتابة الكود وانت مهم جدا ولازم ان انت تتعلمها لو انت حد بيستخدم الكمبيوتر لفترات طويلة تخيل كده معي الشغل اللي انت ممكن تخلصه في ساعة كاملة خلصته في خمسين دقيقة فانت وفرت عشر دقيقة وطبعا انت ممكن تقول لي ايه يعني عشر دقيقة مش مشكلة بس لو الموضوع بياخد فترات اكتر يعني كل يوم بتقعد من خمس لست ساعات على الكمبيوتر بتشتغل عليه فالعشر دقيقة ديت هتفرق معاك جدا وعلى فترات طويلة بعد سنة مثلا ولا حاجة هتلاقي نفسك وفرت مجهود كبير جدا وانتكت اكتر في مذاكرتك طيب ايه بقى الوقت اللي انا هستغرقه علشان خاطر اتعلم مهارة الكتابة السريعة ديت انت لو كل يوم بتاخد ساعة من وقتك علشان خاطر تتعلم مهارة الكتابة السريعة فغالبا كده بعد عشرة ايام هتقدر ان انت توصل لحوالي من خمسة واربعين كلمة لخمسين كلمة في الديئة الواحدة وده طبعا مستوى كويس جدا بس بالنسبة لي علشان خاطر انا يعني كنت باملي شوية وكنت بشوف ان الموضوع باخده هواية فالموضوع طول معايا لحد شهر وكنت باخد حوالي تلت ساعة بس في اليوم اللي هو في وقت فراغ كدهات بفتح الكمبيوتر وببدأ ان انا اتضرب على الكتابة السريعة لان انا مؤمن دايما بفكرة انه قليل دائم خير من كثير منقطع انك انت تشتغل على مهارة معينة وتحاول ان انت تشتغل عليها كل يوم احسن من انت تقعد وقت كتير جدا في اليوم تشتغل على المهارة ديت وتفتحها تاني او تردع تدرب عليها تاني كل فين وفين طيب ابقى المصادر اللي انا المفروض اتعلم منها بالترتيب سوى ان انت عايز تتعلم الكتابة السريعة باللغة الانجليزية او باللغة العربية اول موقع معانا وهو موقع Typing Club الموقع دوت فيه عدد دروس حوالي ستمية درس يعني لو نزلنا تحت كده هتلاقي فيه حوالي ستمية خمسة وتمانين درس طبعا انت مش مطلوب منك ان انت تخلص عدد الدروس ديت ده عشان خاطر بس الاحترافية ان انت توصل مثلا لحوالي تسعين وميت كلمة في الديئة انت ممكن تخلص حوالي تلتمية او ربعمية درس بالنسبة لنا خلصت حوالي يعني لحد ربعمية تقريبا ربعمية اربعة وسبعين درس والدرس الواحد ممكن ياخد منك حوالي خمس دقائق كده هوت وفي دروس طبعا ممكن تاخد وقت اكتر على حسب بقى التورجيت او على حسب اللي هما بيطلبينه منك يعني احنا مسلا ممكن ان ندخل على الدرس ده ونكتب practice makes perfect every time you repeat this lesson your speed will increase فيظهر عندك تارجيت معين التارجيت دوت وهو الاكيورسي الدقة في الكتابة وان الدرس دوت التارجيت بتاعه ان انت تكتب حوالي 11 كلمة في الديئة احنا طبعا كتبين حوالي 65 كلمة في الديئة بالنسبة للدرس ده فده بيبقى هدف مفروض ان انت تخلصه قبل ما تتنقل للدرس اللي بعده سواء انت بقى خلصت الدرس دوت في اول مرة او فدلت تعيد الدرس ده اكتر من كزا مرة علشان خاطر تحقق الهدف اللي هما كاتبهوله هنا بالشكل ده كده طيب هنجي بعد كده نخش على الموقع التاني وهو موقع monkey type بعد ما تخلص عدد دروس معينة من موقع اللي هو typing club ممكن تخش على موقع monkey type وبتخصار بقى ان انت لو عايز تخلي فيه words الwords ديت عايز تخليها مسلا عشر كلمات وبتبدأ تكتب الكلمات كده ممكن نكتب بالشكل ده كده وبتبلك عدد الكلمات اللي انت كتبتها او وصلت لها في الديئة وبرضو بتاعتك بتبقى عاملة ازاي والميزة بقى ان انت ممكن تختار قوت معين والقوت دوت ممكن تخليه شورت يا قصير او متوسط او طويل الحسب ما انت بتبقى عايزه فيه برضو اكتر من كزا لغة يعني فيه عندك الانجليش بتختار مسلا العربي هنيجي نكتب كده هوت العربي فبتختار اللغة العربية بتبدأ بقى تكتب برضو باللغة العربية ثالث موقع معنا بقى وهو موقع Tim fast finger الموقع ده بتقدر تكتب برضو باللغة الانجليزية وفيه اكتر من كزا لغة بتختار مسلا اللغة العربية كده وبتبدأ ان انت تكتب كلمات لحد ما الدقيقة دية تبدأ ان هي تخلص فيه بعد كده اخر موقع ولا هو موقع ادفانست شوية وهو type increase انت بتخش مع اكتر من كزا شخص علشان خاطر تبدأ ان انت تعمل سباق مع او منافسين تانين فطبعا الموقع دوت يعني معظم الناس او معظم الكمبيترز دول او المنافسين دول بيبقوا سرعتهم بتوصل مثلا لخمسين او سبعين كلمة في دقيقة فده بيبقى اخر حاجة ممكن ان انت توصل لها علشان خاطر يعني تبدأ ان انت تنفس معهم ده بالنسبة لو انت عايز تطور من كتابتك السريع باللغة الانجليزية في بقى موقع تبدأ من خلاله بالنسبة للغة العربية وهو موقع تباعة موقع تباعة دوت هو افضل موقع اتعلمت من خلاله الكتابة السريع باللغة العربية وهتلاقي هنا كده هوات الدروس باللغة العربية موجودة هنا بتخلص كل درس يعني بتشوف اول درس عندنا اهو وتاني درس بتحاول انت تخلص الدروس كلها وبعد ما بتخلص الدروس كلها تبدأ تدوس على اختبار السرعة في الاختبار مسلا مدته دقيقة واحدة او تلت دقيقة او خمس دقيقة ممكن نختار مسلا اختبار مدته دقيقة وبتبدأ تكتب الكلمات باللغة العربية وتقيس مستواك في الكتابة باللغة العربية واصل لكم كلمة في الدقيقة وبكده بقى كنت شركت معك تجربتي في تعلم الكتابة السريعة فبننساش بقى تدعم المحتوى باللغة وتشارك الفيديو مع صحابك علشان خاطر يستفيدوا واشوفك بقى الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة